أهلا بكم معكم رانيا سلطان وزي حلقة جديدة من حلقات حكايات من الولايات يوم الجمعة ده فات صحينا منهم على خبر أحزنني كثيرا أنا وناس كثير والواحد كان عنده شعور بالعجز والاكتئاب لغاية ما قرينا وفهمنا وسمعنا قراء المحللين والخبراء وده ريحنا إلى حد ما الخبر هو أن محكمة العدل الدولية أصدرت ست قرارات استثنائية في القضية اللي مقدمها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عشان توقف المجازر اللي بتحصل في غزة لكن الست قرارات دي ما كانش من ضمنها كلمة سيس فاير أو وقف إطلاق النار أو إن المهجرين يرجعوا تاني لبيوتهم وده أحزننا كثيرا وخصوصا إن إسرائيل اعتبرت إن ده نصر كبير وقعدوا يحتفلوا في الإذاعات بتاعتهم فقلنا إيه ده يا رب إن أفلت كل أبواب الدنيا تأفلت ده كان هو ده كان بصيص الأمل الشباك الصغير للأمل كان مفتوح هنا لغاية ما فهمنا من الخبراء حاجات كتير وده اللي أنا جاي أقوله لكم النهاردة إن المحكمة ست القرارات اللي هي مقدميها كلها تتضمن وقف إطلاق النار هما ما استعملوش الكلمة دي علشان ما فيش حد يعمل فيتو على هذا القرار إن وقف إطلاق النار ده معناها إن إسرائيل إيه ده ضد حق إسرائيل الدفاع عن النفس فعشان كده هما قالوا كل الكلام اللي يحث على وقف إطلاق النار بدون ما يذكروا هذه الكلمة فهي كلها يعني حاجات إيه قانونية وليجل وكده لكن هذا القرارات دي هقولكوا طبعا عليها ويترتب عليها حاجات لازم تقوم بيها بعض الدول زي أمريكا وإنجلترا وألمانيا فلازم تبقوا عارفين إيه المفروض الدول دي تقوم بيها والمفروض إن القضية دي كان فيها خمستاشر قاضي وطبعا لخصوصية هذه القضية فأضاف لها اتنين قضاء كمان فبقوا سبعتاشر قاضي واحد من القضاء دول ما وفقش على الست قارات دي يعني كل وافق معادة واحد من القضاء ودي كانت صدمة للعالم كله فمين القاضي ده وإزاي ما وفقش وليه ما وفقش هقولكو على كل الكلام ده في هذا الفيديو بعد ما تشترك في القناة طبعا الناس هتقول لي يا ست اشتركنا طلعت عينينا أنا مش بكلم حديقة فن ما أنا بكلم الخمسين في المية اللي بيتفرجوا على القناة وبيتابعوها ومش مشتركين يوتيوب يبعط للإحصائيات وبيشوف حديقة مش مشترك ليه معا أن الاشتراك مش هيكلفك حاجة ده فور فري كل اللي انت هتعمله هتدوس على السبسكريبشن وعلى الجرس ده عشان يطلع لك أي حاجة جديدة ما يفوتكش حاجة من المعلومات المهمة اللي بحطها لك ودوس كمان على اللايك بطن يعني دول ما تأكد دوس 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 وانت بتسمعني ويلا تعالوا نعرف قارات محكمة العدل الدولية قالت ايه فالست قارات دول هم قارات استثنائية لأن في العادي قضية من هذا النوع بتاخد سنوات علشان يتم الحكم فيها لكن الست قارات دي من ضمنها أن إسرائيل تمتنع عن القيام بأي عمليات تؤدي إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي رقم اتنين إن إسرائيل تمتنع وتعاقب أي حد يقوم بالتحريض على العمليات الإبادة الجماعية طبعا أنتوا سمعتوا التحريض والخطابات اللي كان بيقوم بيها نيتنياهو والكابنت بتوعه أو الوزراء بتوعه والناس في الميديا يعني كل الإذاعة الإسرائيلية والناس الأوفيشلز الإسرائيليين كانوا بيقوموا بالكلام زي كده فالمسلول إن إسرائيل تقوم بمنعهم ومعاقبتهم إذا عملوا كده كمان من ضمنها إن إسرائيل تقوم بالعمل السريع الآن يعني دلوقتي يعني على طول إنها تدخل كل الإجراءات إنها تدخل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وكمان المحكمة بتأمر إسرائيل بإنها تحافظ على الدلائل والقرائم اللي بتقول إنها عملت إبادة جماعية وإنها تقدم تقرير في خلال شهر من هذا القرار تقول في قدام المحكمة إيه هي الإجراءات اللي هي قامت بها عشان تنفذ دول هي منع الجرائم وإنها تدخل المعاونات الإنسانية وهكذا كمان من ضمن هذا الكلام إن كل الدول اللي وقعت على جينيفا كونفنشن وهي كمان موقعة على الجينوسايد كونفنشن ده لازم تقوم بمنع وحظر تصدير الأسلحة إلى كلتا الدولتين إسرائيل والميليشيات الفلسطينية المسلحة اللي اتنين ما نوديش أي أسلحة لهم هم اللي اتنين فطبعا دي قرارات هيلة لإن ده يعني إيه بيمنع إسرائيل منها ترتكب الجرائم اللي هي بتعملها ولازم توقفها على طول حاجة تانية طبعا إسرائيل طلعوا وعملوا لسطون بيحتفلوا فالعالم كله قال له أنت بتحتفل بإيه أنت بتهرق بتحاجع على مين أنت بتتحاجع على مين بصولة إن ده القرارات دي معناها إن إسرائيل بتقوم بعمليات إبادة جماعية إسرائيل بقالها 75 سنة بتشتغل على صورة عملة تحطها للمجتمع إنه هم الحمل الوديع اللي في وسط الذئاب اللي هي الدول اللي بتحيط بيها وإنه هم الضحايا بتوع اللي حصل في الهولوكوست إنه هم ضحايا بقالهم الغد النهاردة هم ضحايا فالصورة دي اختلفت تماما وبقوا هم اللي بيقوموا بالعدوان المسلح فهدمت الصورة اللي بقالهم 75 سنة بيحاولوا إنهم يقوموا بها زائد إن دلوقتي إسرائيل لازم تقوم بعمليات سياسية وقانونية وعسكرية علشان تمنع الإبادة الجماعية وإنها تحاول إنها توقف اللي هي بتعمله ده طبعا حكومات كثيرة جدا لازم توقف مساعدتها لإسرائيل وطبعا إيه على رأسها مين؟ على رأسها أمريكا المفروض نحن عارفين إن أمريكا بتدي سنويا لإسرائيل 3.8 بليون دولار في مساعدات عسكرية طبعا من حصل من ساعة 7 أكتوبر رحت على طول أمريكا مدية لإسرائيل 14 بليون دولار بموافقة الكونغرس بعد كده بايدن يعني باي باست الكونغرس مرتين يتجنب الكونغرس مع إن دي فلوس كتيرة جدا وراح إدى مساعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل مع إن الحاجات دي لازم تعدي بموافقة الكونغرس لكن مرتين غير المرة الأولين اللي ده هم فيه 14 مليون مرتين تانيين تجنب الكونغرس تماما وإدى مساعدات لإسرائيل كل الكلام ده لازم يوقف فوإلا تكون الحكومة الأمريكية متوطأة في العمليات هذه الجرائم اللي بترتكب يعني حسب القانون الدولي كل المنظمات الحقوقية قالت إن كل أعضاء مجلس الأمم المتحدة كل الأعضاء الدول الأعضاء لازم يوقفوا إنهم يبعثوا أسلحة أو ما يعين على الأسلحة لدولة إسرائيل طبعا من ضمنهم هم نتكلم في كندا وإنجلترا لأنه هم الدول دي أمريكا وكندا وإنجلترا وألمانيا وكل الدول دي ماضين على معاهدة تبادل الأسلحة الدولية اللي بتمنع التجارة أو إرسال الأسلحة اللي هتستخدم في أي عنف أو أي عمليات جرائم ضد الإنساني طبعا ده جينيبا كونفنشن اللي توقع سنة 1949 فكل الدول دي ملذمة إنها توقف كده طبعا تكلمنا على المساعدات اللي اديتها أمريكا إحنا عارفنا إن إحنا عايشين في أمريكا طب إنجلترا بقى لا إحنا اكتشفنا إن إنجلترا مدية لإسرائيل من سنة 2015 602 مليون دولار مساعدات عسكري وإن في 15% من المكونات بتاعة الطائرة التيارة اللي هي F35 جاية من إنجلترا وطلع وزير الدفاع الإنجليزي بتاع إنجلترا اللي هو جراند شابس بيقول يا جماعة إحنا ممديش إسرائيل أسلحة حاجات كتير ده إحنا السنة دي مدينهم بس حاجة بتاعة 53 مليون دولار أسلحة بس 53 مليون يعني مش مبلغ كبير يعني إنتوا ليه بتعملوا معنا كده فإحنا أمشان الملايين دي كلها ملايين الملايين يا جاي أمش عارف أمش عارف فطبع الواحد كل ما بيقرأ الأرقام دي إحنا مكناش نعرف محدش متخيل بلايين وملايين شمال ويمين والدول عمالة تدي الإسرائيل ليه يا جماعة يعني ده حاجة مش عادية أبدا فالمفروض إن فيه إن التريتي اللي هم موقعين أو المعاهدة الدولية الموقعين عليها دي فيه 153 دولة موقعين عليها وبناء على هذا القرار بتاع المحكمة الدولية لازم هم يتوقفوا عن إعطاء الأسلحة والمساعدات المالية والعسكرية لهذه الدولة طيب ده طبعا نصر كبير للفلسطينيين لأن دلوقتي بان إن هذه الدولة معتدية بأمر القانون الدولي فده اتهام كبير لإسرائيل الدولة اللي كانت دايما بتدعي إنها هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فالنهاردة الوضع اختلف نقلنا إن المحكمة الدولية فيها 15 قاضي فقضية زي كده بيضيفوا اتنين قضاء أدهك جوجز بيضافوا يعني لل15 الدائمين دول فبقوا دلوقتي 17 قاضي الست قرارات اللي أنا ذكرتها لكم دلوقتي مين اللي وافق عليها 15 قاضي من السبعتاشر وافقوا عليها اللي أرى البيان ده رئيسة المحكمة اللي هي جوان دونهو دونهو جوان دونهو دي أمريكية يعني القاضي الأمريكية اللي موجودة على رأس هذه المحكمة هي اللي وافقت على هذه القارات وهي اللي قرأتها على العالم فدي نقطة مهمة جدا بتبين لنا اللي بيحصل ده طب مين بقى الاتنين اللي ما وافقوش واحدة منهم اللي هي اسمها جوليا سيبوتينايد الست دي هي من أغندا ولم توافق على الست قرارات ولا قرار منهم وافقت عليه يا ست يا أستاذة يا قاضية يا جوليا ما وافقتش عليهم وقالت إنها مش شايفة خالص إن إسرائيل بتعمل أي إبادة جماعية ولا أي جرائم دي زي الكل ومية فل واربعتاشر وده حقها في الدفاع عن النفس ده الكلام اللي هي قالت طبعا العالم كله طلع قال لها حضرتك أبطي كام نتمنى إن انت تكون يا ختي فلوس تخليك غنية مدى الحياة تخليك يعني مليونيرة لإن انت كده يعني سمعتك كقاضية في أعلى هيئة قضائية في العالم انهارت انت ضحيتي بكل حياتك المهنية بهذا الكلام الناس كلها كلها على بقرة أبية بتقولي الفتة دي أبضت كام نعرف بقى خدت كام عشان إيه تضحي تضحية كبيرة كده الناس دي مهم مش قليلين عشان يتذغل العينيهم بحاجة بسيطة فهي اللي قالت لا والقاضي الثاني هو الأدهق اللي هي المخصص اللي بيضاف ده اللي هو الإسرائيلي اسمه أهرون 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 بارد أهرون بارد هو إسرائيلي فده متوقع منه إلا إن حتى أهرون بارد يعني وقع على بوتة أجينست أربعة يعني وافق على تنين من القرارات وصوت ضد أربعة من القرارات حتى الرجل إسرائيلي وافق على تنين من القرارات دول من ضمنهم القرار اللي هو بيقول ما فيش أي تحريد يعني على إنهم يتكلموا تحريد يعني مباشر ضد يعني يحرد على الإبادة الجماعية عايز يعني ياخدوا بالهم من كلامهم اللي هم بيقولوا الكلام ده كله فحتى القاضي الإسرائيلي آآ وافق على تنين من القرارات والستة جوليا دي بتاعة أغاندا رفضت في التقرارات حاجة مش عادية أبدا طبعا زي ما انتو عارفين إن لما جنوب أفريقيا قدمت القضية دي قدام حكامة العدد لو هي في دول طرعت وقالت إحنا وقفين مع جنوب أفريقيا في كده كانت طبعا من ضمنها دولة ماليزيا تركيا الأردن بوليفيا المالظيف ناميبيا باكستان كولومبيا برازيل فدي كلها دول وقفت مع القضية دي لكن كمان في حاجة تانية حصلت إن فيه المحكمة الجنائية الدولية انتو عارفين فيه محكمتين محكمة العدل الدولية دي بتنظر فيه القضايا المقدمة يعني ضد الدول بتحكم على الدول فيه المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية دي للأفراد يعني مثلا رئيس وزراء رئيس دولة اللي هما الناس اللي قاموا ارتكبوا عمليات بادة جماعية فده بتنظر في الأفراد ففيه الحقيقة كذا دولة راحوا قدموا أبليكيشن أو طلب إنهم ياخدوا نيتنياهو ووزير الدفاع بتاعه إلى محكمة الجنائية الدولية مين دول الدول دي؟ تركيا، كولومبيا، الجزائر، جنوب أفريقيا، بنجلاديش، جيبوتي، كومورس، وبوليفيا فالدول دي أخدت نيتنياهو للمحكمة الجنائية طبعا محكمة الجنائية اللي أنا فهمته بقى بعد القراءة والبحثة في الموضوع ده إن المحكمة الدولية لا تستطيع إنها تحكم على واحد موجود في الحكم دلوقتي يعني وزير ورئيس الوزراء وهو موجود في وظيفته الرسمية ما تقدرش إنها تحكم عليه لكن لما يخرج من وظيفته الرسمية ساعتها ممكن تحكم عليه وتدينه والطالب بقى بإيه بالحبسه والكلام ده كله فطول ما هو قاعد في منصبه هو محصن أول ما حيسيب منصبه خلاص القضية هتبقى ضده فهنشوف إيه اللي حيحتك طبعا هو مش عايز يسيب المنصب بتاعه وزي ما أنتوا عارفين عن مال يمد في الحرب لأنه هو عارف أول ما حينزل الإسرائيلين نفسهم المواطنين الإسرائيليين مش عايزينه وفيه قضايا كتير مستنياء جوة دولته إسرائيل وعلى مستوى العالم وعشان كده هو عايز يمد في الحرب إلى مالة نهاية عشان يفضل فيه المنصب بتاعه لأن ده بيديه حصانة فده كل الظروف أو الملابسات بتاعة الدعوة بتاعة محكمة العدل الدولية واللي أنا عايز أقول لكم أنه أنتوا ما تتضايقوش زي ما أنا كنتم تضايقة لأن إحنا فهمنا أن دي خطوة هيلة جدا وخطوة في الطريق الصحيح نحية القضية الفلسطينية ونصرهم يعني هي مش اللي إحنا كنا نتمنا بوقف إطلاق النار صراحة وعلانية ولكنها خطوة في الطريق الصحيح تقبلوا هذه الخطوة خطوة كويسة وإن شاء الله اللي جاي أحسن وبإذن الله ربنا لا يوضيع أجرى من أحسن عمله فخلينا نحاول ونكمل لغاية ما نشوف القضية دي وصلت للعدل العدل اللي أنا تمنى شكرا لكم شكرا لتابعتكم كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات